موسيقى وباء التطبيع وانهيار القيم الأخلاقية استراتيجية إسرائيل المستمرة وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا أكاذيب الموساد وإعلام المعارضة الإيرانية مبادرات وتنازلات العراق من الإنغلاق إلى الإختناق ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وباء التطبيع مع الكيان الصهيوني له علاقة مباشرة بانهيار القيم الأخلاقية وهذه بالتأكيد استراتيجية إسرائيل المستمرة مسألة القيم الأخلاقية انهيارها في العالم العربي في العالم الإسلامي وطبعا في العراق بشكل خاص هناك تركيز واضح أخواني أخواتي أحبائي لو تحدثنا عن هذا الموضوع كل يوم عن موضوع القيم الأخلاقية وانهيارها والعمل الجاري على تفتيت الأسرة الفرد المجتمع تحطيم القيم يعني ما نوفي الموضوع حقه وأنا من هنا أدعو أكرر دعوتي لكل أولئك الذين يعتقدون بأنهم على الأقل حريصون أو يخافون على أسرهم وأولادهم وبناتهم من هذه الحملة القوية هذه الهجمة هذا الغزو الثقافي المعادي الذي يغزو عراقنا الحبيب أدعوهم إلى التصدي لهذه الظاهرة بكل ما يستطيعون من إمكانيات وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته طبعا باستخدام الأساليب الشرعية الأساليب القانونية ما يتعلق بموضوع توكيل محامين ادعاء على قنوات فضائية على أشخاص على مؤسسات عن طريق القانون عن طريق القضاء التظاهر يعني مو بس التظاهرات على موضوع سياسي ولا فقط التظاهرات على موضوع اقتصادي هذا أهم وأخطار من كل شيء موضوع القيم الأخلاقية أنتم تعرفون جيدا أن الدول والحضارات بشكل عام الأمن تتهاوى وتسقط عندما تنهار أخلاقها مثلا اقرأوا بعيدا أو بغض النظر عن وجهة نظرنا فيما يسمى بالفتوحات الإسلامية بس على الأقل أن هذه يعني الأندلس الأندلس سقطت بطريقة واضحة المعالم أن الأخلاق كانت سببا يعني انهيار الأخلاق كان سببا في انهيار دولة الأندلس الخلافة العثمانية والخلافة الإسلامية في اللي يسموها الخلافة العثمانية انهارت بانهيار القيم القيم الأخلاقية المجتمعات الإسلامية دائما تنهاروا من الداخل بعد ذلك يتمكن العدو الخارجي من فرض سيطرته يقول ابن خلدون إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طريقها وهذا ما حدث في الأندلس وأدى فيما أدى إلى ضياعه هذا كلام ابن خلدون في مقدمته المشهورة وطبعا عندما نقول يعني الله لا يشجع على الرذائل لا لا الله يمهلهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الله سبحانه وتعالى عندما يجد العبد لا يرعوي يستره فترة طويلة وعندما يجده لا يرعوي يتركه مع نفسه أخطر ما في هذه القضية هو أن يتركك الله ويتركنا مع أنفسنا وعندما ما يتركنا مع أنفسنا نتهاوى نسقط من الداخل أحبائي أحد كتاب يعني المسيحيين المشهورين يسمى كوندي وضع كتابا قال فيه العرب هوو مسيحي ها العرب هوو عندما نسوا فضاء إلهم التي جاءوا بها وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرحي والاسترسال بالشهوات وصدق الله العلي والعظيم القائل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سورة الإسراء الآية 16 طبعا السحنة مو في مجال التفسير ولا في مجال الشرح لهذه الآية وغيرها من الأحاديث الكريمة الشريفة التي ركزت على موضوع الخلق والأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا الكريم عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارمة الأخلاق بس تقول لي شونا الربط أقول لك الربط هنا هاي اللي تشوفوها هاي التفاصيل وأنا ذكرت لكم باستمرار وحذرتكم باستمرار من مثل هذه التفاصيل هاي يومية ملهين بشغلة يومية قضية قضايا الدعارة وقضايا مطربين وقضايا مطربات احتفالات قدسية كربلة انتهاك القدسية انتهاك الاعتداء على العمام الشريفة محاولة تسفيه العمامة استهداف الحوزة استهداف علماء الدين استهداف المعلمين انتوا شفتوا في تظاهرات تشرين مع كل الأسف ترى هذه ما جاءت عفوية وأبدا صدقوني ما جاءت عفوية نحن الآن عمم بالصدف العالم الله سبحانه وتعالى لن ينشئ هذا الكون صدفة وكل شيء بمقدار كل شيء بقدر العالم يجري بناموس بقدر الناس تتحرك وفق مخططات وأهداف شنو ماكو دوام ماكو دوام تصورها يعني شعار بسيط وساذج لا ماكو دوام والإعلام الكبير الذي كان يتحرك على هتك حرمة التعليم والمعلم تذكرون جيدا كيف كان يهان المعلم ما كانت معلم يهان والمعلمة تهان انتشار الفساد في المدارس يريدون يحولون العراق روحوا شوفوا بالصحافة الغربية ماذا يكتبون عن العراق يسمونه يعني عندما يتحدثون عن قضايا المثلية والانحرافات الجنسية يذكرون جمهورية الميم يريدون يحولون العراق إلى جمهورية الميم الميم يعني المثلية الجنسية وشفتوا حتى في تظاهرات وشفتوا علم المثلية وشفتوا بعض السفارات الأجنبية والأوروبية ورفعة مثل هذا يا أخوان هذه الأمور تجري وفق سياق محدد ضمن أجندة لجر العراق في النهاية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني شلون شلون عندما تنهار الأمم من الداخل يقول لك بعد على شيء هو أساسا لا يفكر بالقيم الأخلاقية فمن الطبيعي جدا لن تكون لديه قيم في ممارسة السياسة يعتبرها كل سياسة وهذه مصالح وطبعا هذا هو جزء من استراتيجية الكيان الصهيوني التطبيع جزء من استراتيجية إسرائيل الآن في المنطقة وليس خطوة عابرة من راحة إسرائيل يعني هذا الكيان الصهيوني اللقية ووقعت اتفاقات إبراهام في المنطقة هذا لم يأتي أيضا اعتباطا عبدا على الإطلاق عندما اجتمعوا ونكرر ونقول عندما اجتمعوا في مؤتمر في أربيل هذا لم يأتي اعتباطا أبدا شوني سوك في وسائل الإعلام لا مرروها كذبة التطبيع مرروا خضية إزالة القبح هذا هو التطبيع تطبيع نفسي أول مرة انت تتعود على بقولة التطبيع والكيان الصهيوني ويجون نواب سابقون ونواب ربما حاليين ويجون يكبرونك ابن واشيط وهذا صحفي وذاك معرف شنو ويروحون يطبعون مع الكيان الصهيوني أو يدعون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني أو يدعون إلى التطبيع مع دول فاعلة في المنطقة تطبع مع الكيان الصهيوني حتى المملكة العربية السعودية التي تتظاهر بأنها ما الآن ما دخلت في مرحلة التطبيع لا لا هي تستضيف باستمرار وانتبهوا لهذه النقطة صحفيين وصحفيات من العراق يستضيفوهم يودوهم للمملكة العربية السعودية أكو ورشات ورشات عمل تجري على قدم وساق مراكز أبحاث وهمية ظاهرية جاء تفتح من قبل المملكة العربية السعودية لتشجع هؤلاء على الترويج لظاهرة التطبيع من خلال المرور من بوابة القيم الأخلاقية انهيار القيم الأخلاقية الكيان الصهيوني يريد الاندماج في المنطقة من خلال التطبيع ويقدم نفسه على أنه حليف للدول العربية السنية في مواجهة الجمهورية الإسلامية وتتشوف التركيز على الجمهورية الإسلامية لازم يخلوك في مواجهة الجمهورية الإسلامية أو تقول يا بانا ما لدي حلاقة وشنو خلق من إيران ويخلقو لك هاي الأزمات البسيطة الجزئية افتعال أزمات التركيز على صغائر الأمور في قضايا كلش بسيطة ربما هي يعني مش نعتقال واحدة مثلا أو واحد متحول جنسيا شنو يعني يجب أن يحظى باهتمام في وسائل لا 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 هذا جزء هذا مفصل من مفاصل التطبيع مع الكيان الصيوني عن طريق بوابة انهيار القيم الأخلاقية والعاقبة للمتقين ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أكاذيب الموساد وإعلام المعارضة الإيرانية منموذجا على ذلك طبعا ليس فقط إعلام المعارضة الإيرانية هذا أنا اخترته هذا الموضوع لأنه مهم جدا وله وصل أيضا بموضوعاتنا فيما يتعلق بالتطبيع فيما يتعلق بثقة بعض الناس بعض العراقيين على الأقل بما يروج من خلال بعض وسائل الإعلام المعادية لإيران على سبيل المثال هناك هنا في بريطانيا قنوات فضائية تبثوا بالفارسي وهذه القنوات ضخمة يعني لديها أمكانات مالية هائلة لديها أمكانات فنية أيضا هائلة تدوات كبيرة وموضوع يعني كاميرات ضخمة وأنا شايفها مطلع عليها جرافيكس ضخم أموال أموال تصرف بشكل كبير واحدة من هذه القنوات طبعا هي بالفارسية لأنها موجهة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وطبعا كل من الناطقين بالفارسية في طاجكستان في أمهالستان في شبه القارة هناك من يتحدث القارة الهندية بالفارسية بس هم يركزون مباشرة على الجمهورية الإسلامية في إيران وطبعا هناك قنوات أخرى تبثوا بالفارسية تابعة لبريطانيا مثلا البي بي سي من زمان عدهم إذاعة كانت تبثوا بالفارسية بعدها نسوهوا قناة أيضا تبثوا باللغة الفارسية ومع كل الأسف عندما تلاحظ هذه القنوات مثلا واحدة منها كما قلت لكم ممولة بشكل أساسي ممولة بشكل أساسي من المملكة العربية السعودية يعني القناة سعودية بكل صراحة وقنوات أخرى أيضا مدعومة من قبل أجهزة معينة وأنا لدي معرفة كاملة بهذه القنوات التحدث الفارسية وأشارك حتى في بعض برامجها في بعض برامج هذه القنوات الآن لا وضعوا علي قيود لأنهم لا يستطيعون مواجهة يقولها بكل صراحة هذه القنوات يشتغل فيها إيرانيون لأنهم يعرفون لغتهم مو ناس متعلمين لغة فارسية لا لا إيرانيين هم جايين من إيران ومع كل الأسف يعني بعيدة تماماً عن المهنية هذه القنوات على هسه مو في مجال تقييم هذه القنوات بس لا أريد أريد أشوف أريد أريد أقول لكم شغلة يجي قناة يوم السبت الماضي على سبيل المثال من الأسبوع الماضي يعني هذا السبت الذي مضى وتنقل خبر عن الموساد أول مرة ما تقول الموساد تنقل خبر وتنقل فيديو لشخص يزعمون أن هذا الشخص تم اعتقاله واستجوابه داخل الأراضي الإيرانية من قبل الموساد شوف الكذبة تنقل مش كبرها أنه الموساد اعتقل واحد في إيران واستجوبه في إيران وسوه فيديو فيديو شخص يزعم أنه عميل أو ضابط أو متعامل مع فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ويقول أنا كلفته بمهمة اغتيال دبلوماسي أو موظف في قنصلية إسرائيلية في تركيا جنرال أمريكي في ألمانيا هذا واحد في ألمانيا وصحفي في فرنسا يعني ينفذ عملية ثلاثية وهو قاعد بإيران يختال واحد بتركيا واحد يختاله بألمانيا وواحد يختاله بفرنسا وأنه أنا مكلف من قبل الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس وتجي بعدين القنوات الأخرى ووسائل الإعلام الأخرى وتنقل عن هذه القناة الفارسية بس هذه قناة لأنه مشاكل بين إيران والمملكة العربية السعودية والسعودية تتوظف مثل هذه القنوات لفرض بعض شروطها في المفاوضات مع مناهزة في نفس هذا اليوم مثلا يجي السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ويصرح ويقول الآن نحن على وشك التوصل إلى اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية لإزالة التوترات أقول أنها سعودية سعودية أعرف حتى مديرها يعني حتى بإسم منو مسجلة في لندن بإسم منو من السعوديين بس ما راح أذكر الآن فتجي هاي القناة وتنقل عنها وسائل إعلام وكذبة مفضوحة بس نقول نقول كذبة لا تصدقوا إني يجي صحيفة ها أرتس صحيفة ها أرتس الأول من مايو من هذا الشهر هذا العنوان مال ها أرتس وعلكم إياه يقول مع الكشف عن عملية إيران غد الموساد إسرائيل تقتل أصفورين بحجر واحد استجواب إيراني في داخل كذا إسرائيل تقتل أصفورين بحجر واحد كان لدى المسؤولين الإسرائيليين هدفان على الأقل يوم السبت عندما قرروا الكشفة سيقنود الكشفة عن تفاصيل العملية لإحباط محاولة اختيال إيرانية لموظف دبلوماسي إسرائيلي وجنرال أمريكي يعمل في ألمانيا والصحفي في فرنسا أولا يعني معناها هسا شنو بالبداية هاي القناة وبعدين إجت بي بي سي القناة المفروضة تكون محترمة هم نقلت نفس الخبر المصدر طلع منه طلع الموساد كانت الخطوة تهدف إلى تشحيم عجلات الرأي العام في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم ضد الحرس الثوري الإيراني وإمكانية شطب الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للتنظيمات الأرهابية وشفتوا توقيت الهدف الثاني كان إذلال النظام الإيراني في طهران يعني باعتبار بينما تكافح إيران لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية في الخارج يعمل محقق الموساد بكفاءة على الأراضي الإيرانية يقول لكم نحن ندعي نشتغل لعدكم داخل الأراضي الإيرانية ويقومون باعتقالات وفضح مخططات استخبارات النظام بس لحد الآن ماكو اعتراف صريح لا تشوف شي يقول هنا بعدين يجي بالناس يقول تم الكشف عن هذه القضية يوم السبت على موقع إيران إنترناشنال ساي الصحيفة تقول الذي يعمل في بريطانيا ويرتبط بالمعارضة الإيرانية هو لا هو ما يرتبط بالمعارضة هو يبثل بملكة العربية السعودية ناقش المسؤولون في إسرائيل ما إذا كان ينبغي الوفاء بهذا المنشور ولكن في النهاية إسرائيليين اختاروا خطوة غير عادية الكشف الحذر عن أساليب عمل الموساد إلى جانب التباهي بقدرات إسرائيل كان الهدف من هذه الخطوة إعلان المسؤولية بشكل شبه رسمي عن العملية يعني عرض عضلات بعدين يقولون أن هذا الفيلم شوف شوف كان بإمكان إسرائيل يلقى تفاصيل الحادث ابقاءه تعطي الكثمان وإبلاغ الحكومة الأمريكية سرا بتورط الحرس الثوري في محاولة الاختيال بدلا من ذلك وفي خطوة غير عادية سرب حط عليها سبعين خط جواهر سرب أحدهم شريطا مزيفا لستجواب القاتل اللي مسمينا منصور رسولي عميل فيلق القدس بالحرس الثوري إيران مسكته ردت قالت هذا الفيلم مزيف وهذا الشخص أصلا ما نعرفه بالمناسبة إيران ما تتخلى عن رجالها إذا فعلا عدها عملية وانتم لاحظتم في قضايا سابقة صارت قضايا قديمة مطعم ميكونوس ما مطعم ميكونوس اختيال شهبور باختيار وجرت مفاوضات وتم الإفراج عن وهو قبل فترة بسيطة كان هناك حديث عن تبادل سجناء أمريكيين وإيرانيين إذا إيران عدها شغل فيلم مزيف كل مزيف عملية مزيفة للتأثير على العودة المتبادلة الأمريكية الإيرانية للاتفاق النووي وتيجي وسائل الإعلام هنا تعتبر هذه القناة التي قلت لكم عليها التابعة للسعودية بكل صراحة ما عليها عتب يعني يشغليهم عملاء وبكرة يتخلون عنهم مثل ما فعلت تركيا مع قناة مكملين وغيرهم قنوات الإخوان المسلمين اشتغلت عليهم اشتغلت عليهم الآن أرادوا يسوون علاقات مع المصريين الأخوة في مصر مصر قال لهم هاي القنوات كلها سدوها سدوها قنوات الإخوان ضمن الشروط الإيرانية أيضا ممكن يسدوهم مرتزق فليش تغل مرتزق شو ينتظر يعني بس العتب على قناة بي بي سي قناة فقدت مصداقيتها لأنها ومن زمان هي فقدت مصداقيتها بصراحة عبلكم أنا متابع هذا الموضوع بس يعني تشافين قناة بي بي سي بالفارس يأتحدث تيجي مذيعة مثلا مذيعة مذيعة تمثل القناة تطالبوا بإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية وبشني حرب على على إيران تقول هاي العقوبات بات في لا يجب أن يكون هلالك حرب على إيران وين المصداقية وين مهم هناك قوانين في بريطانيا هناك منظمة مؤسسة اسمها الأوف كوم هي المسؤولة عن كل هيئات البث ومقنوات البث التلفزيوني وعدها شروط لكن وين البي بي سي تاركين الحبل على الغارب وهي الأكاذيب التي للتأثير مع ملاحظة البريطانيا المملكة المتحدة الحكومة البريطانية تصر على الاتفاق النوو هي اللي تريده هي اللي قنعت أمريكا بالعودة إلى الاتفاق النوو وزعلت على ترامب من ترامب وانسحب من الاتفاق النوو ما انسحبوا البريطانيين وهم أساء بالبدايات وأنا مطلع مفاوضات 2013 التي جرت بين إيران وبين 5 زائد 1 المبادرة بريطانية وتذكرون راح جاك سترو كان وزير خارجية سابق وكان هو أحد رعاة التوصل إلى اتفاق في زمن الرئيس محمد خاتمي في يسمونه اتفاق اتفاق غير مكتوب اتفاق جنتلمن في يسمونه اتفاق يعني قصر سعدات آباد أو سعد آباد عفواً لتجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5 كانت إيران على ذاك تخصب بطريقة طوال راع وزار إيران ورجع وقال الإيرانيين جاد دين ونحلوا إيران تريد الاتفاق النووي كانت بيسي فارسي لتخرب التوصل إلى العودة للاتفاق النووي لأن الموساد يسربوا معلومات مزيفة يسربوا لكم أنتم في إعلامكم العراق وحيا ترجمة نانسي قنقر مبادرات وتنازلات بين التيار والإطار والعراق من الانغلاق إلى الاختناق طبعا موضوع الاختناق يعني من باب السجعة لكني أقصد بها طبعا الاختناق السياسي ليس فقط هذا الاختناق الذي نعانيه حاليا مع كل الأسف اختناق في هذه العواصف الترابية التي مع كل الأسف الآن يشهدها عراقنا الحبيب وهناك محافظات بالخصوص تعاني بشكل أساسي من هذه الاختناقات الكثير من المواطنين ذهبوا إلى المستشفيات وعانوا من هذه المشاكل خاصة لليعدهم مشاكل في جهاز التنفس وطبعا هذا أيضا صحيح جزء منه هو طبيعي من الكوارث الطبيعية لكن أيضا جزء كبير منه جوء إدارة للحكومات المتعاقبة في قضايا محارجة التصحر في قضية الجفاف مسألة المياه وشحة المياه لها علاقة كبيرة بهذا الموضوع بس على موضوع سياسي أخواني وأخواتي يعني مثلا نحن ما نزال يعني نعاني من هذه المشكلة التيار والإطار وهذه تعالوا يعني بين حان ومان يا أخوتي ضاعة لحانة إلى متى يبقى هذا السجال مستمرا بين التيار وبين الإطار وطبعا التيار ليس لوحده هنالك ما يسمى بالتحالف الثلاثي والكارثة أن هذا التحالف الثلاثي يستقوي أنا سأتحدث على الأقل طرفين من أطراف هذا التحالف الثلاثي الأخوة في الحزب الديموقراطي الكردستاني الأخوة في تحالف السيادة اللي هم عزموا تقدموا يستقومون بالخارج التحالف السيادة عينك عينك راح أعلن من الخارج وما نريدها منكرر ونعيد ونقولها سعدهم مشكلة مثلا تعرفون في قضية بعض التوزيع الحقائب الوزارية حقيبة وزارة الدفاع من حصة الأخوة في المكون السني واختلفوا حولها الأخوان في تحالف السيادة السني وانراحوا هم يقولوا هم يقولوا إحنا ما نزعم لا أنقلوا هنا شيئا بالمناسبة في هذا البرنامج أنا ممسول في شيء أنا هنا أنقلوا أنقلوا لكم عن يعني وثائق وأدلة من أقول تحالف السيادة خارج السيادة لأنهم هم رحوا إلى تركيا واجتمعوا مع الرئيس التركي وتم الإعلان وقالوا قال لنا السيد رجب طيب أردوغان وحدوا صفوفكم وحدوا السنة طيب رجب طيب أردوغان ولاحظتم يعني عادة في مثل هذه الاجتماعات وخاصة تركيا تحريص على أن يحضر هذا الاجتماعات ودير عامل مخابرة كما المملكة العربية السعودية سأريد أذكر بعض الأسامي بس للإشارة من باب إياكي أعني واسمعي يا جارة وحد زعماء القوى السياسية الموجودة في العراق مثلا عندما يزور المملكة العربية السعودية ينشر وكالة الأنباء السعودية وثالت الأنباء السعودية أنه حضر اللقاء ولان رئيس جهاز الاستخبارات السعودية سعودية بإيران هذا ما موجود من يتروحون لسا من يروح أي زعيم سياسي يلتقي بالإيرانيين جهاز الاستخبارات شنو علاقة بالموضوع إلا إذا افترض افترض مسؤول أمني يذهب إلى مسؤول أمني كما فعل مثلا السيد قاسب الأعرجي مسؤول أمني كبير في العراق يذهب يلتقي بمسؤول أمني مثل علي شمخاني وعلي شمخاني هم أمني الأمن القومي أما هناك يلتقون لا مدير جهاز المخابرات طيب نقول على الأقل طرفين يستقويان بالخارج طرفين من هذه الأطراف ويجون ويحجون لي بالسيادة مع ملاحظة وأنا قلت ذكرته في البحور الأول وإشارة بسيطة حتى ذكرتها في الحلقة الماضية أمي تركيا وبقية الدول مصلحتها فوق كل شيء تركيا ضحت بالإخوان المسلمين وضحت باللاجئين السوريين الآن طلبت من مليون لاجئ سوري مغادرة تركيا مليون لاجئ سوري ترى إخواني أحبائي أنتو تعرفون السوريين رغم كل ما عانوهم من معانات اللي طلعوا وعدهم فلوس وعدهم كفاءات الناس حتى هنا شفناهم في بريطانيا وفي الإمارات من كنا موجودين ليش يستقبلوهم لعدهم كانت وعدهم فلوس يسوون مشاريع فتستقبلهم تركيا ورعدت تستخدمهم ورقة ضد الرئيس بشار الأسد فشلت بس تقولهم طلعوا وبعد الوضع في سوريا مثلا غير على أساس يعني وحلوا قضية إدلب تركيا أحد الدول أو بالأحرى هي الدولة الرئيسة المتورطة في قضية بقاء إدلب الآن خارج سيطرة الدولة السورية بس إدلب باقي ترى هذه كان يفترض كان يفترض أن تتحرر على يد الشهيد القائد قاسم سليماني فقوتل لكي تبقى الأزمة السورية مستمرة هذه معلومة مو وتحليم فأقولوا يعني الآن تركيا مباشر تضحي بيكم مباشر تضحي بيكم لو أكو دولة عراقية قوية وتعرف شون تشتغل لا لا الدولة العراقية تشتغل يعني المفروض الحكومات العراقية تعمل للدولة العراقية لتكريس السيادة العراقية مو تروح تقاتل تقاتل مع القوات التركية أو نيابة نيابة عن القوات التركية تقاتل حزب العمال الكردستاني هذه مو مو وظيفتك انت تروح تقاتل ليش تطيت لجوء ويلجأ في بلادك بعدين تروح تقاتله نعم تطلب منه أن أن لا يمارس عمليات عسكرية أو تطال الأمن القومي التركي انطلاقا من الأراضي العراقية وتروح تقاتله وانت بعدك ما مصفي أمورك مع القواعد التركية المتزايدة المتزايدة في شمال العراق يوم بعد آخر يزدادوا عدد هذه القواعد فعلى كل نرجع على موضوع موضوعنا السياسي موضوعنا السياسي الآن يجون الأخوة في التحالف الثلاثي يعتبرون أنفسهم كمان يعني تذكر تغريدة السيد مقتدى الصدر الأخيرة والتي ذيلها بعنوان قديم بتاريخ قديم 27 رمضان بينما هو يوم الأربعاء غرد بيها يعني يوم العيد يوم الثاني العيد أو الثالث حسب التقويم ذات حسب الفرق يعني بعض الناس عيدوا يوم الثلين وبعضهم عيدوا يوم الثلاثة وهو يوم الأربعاء يغرد يوم الأربعاء تغريدة ويكتب تاريخ 27 رمضان ويعرف يعرف نفسه وتحالفه بأنه متحالف الأكبر أو الكتلة الأكبر وهذا خطأ هذا خطأ دستوري أنتم لستم الكتلة الأكبر دستوريا يا أخوان وتوافقيا دستوريا وتوافقيا المكون الشيعي هو الذي يكون الكتلة الأكبر إيش قاعد يشتغلون ومع كل الأسف هذا طبعا بسبب تشتت وتفتت وتفتيك البيت الشيعي قاعد يشتغلون على تحويل الكتلة الشيعية الأكبر إلى كتلة عددية أكبر فقط لسه مو هي لا برلمانية أكبر ولا هي عسكرية أو انتخابية أكبر لا طيب أكو سؤال بس المبادرتين أنا هنا أوجه النقدة للإثنين للهياري وللإطاري لا قاعدين يشوكشون على المستقلين ويقولون يا بي لا مانع من أن يصبح رئيس الوزراء مستقل لا ليش إذا كان الأمر هكذا فلماذا لا يطبق على الكون يعني ليش رئيس الجمهورية لازم من الحزب الديمقراطي الكردستاني لازم السهم أو كات إذا ليدون يتسامحون كما في يعني قبل لازم من الاتحاد الوطني الكردستاني وليش رئيس البرلمان من عند حزب وانت فضحي هم فضحي بحقك كمكون سياسي وهاي التنازلات أنا ما جاء أفتهم فيدمن والله هذه التنازلات هذه التنازلات من الطرفين تفيد المطبعين مع الكيان الصهيوني وبسيطة أضرب لكم مثل بسيط مثل بسيط سباحة السيد مقتضى السيد الموت راح قانون يعني مشروع لتشريع قانون تجريم التطبيع مع ملاحظة تقولنا هذا موجود قانون عليكم أدى دستورية تمنع لا يخارف تدون تجرمون زين هذا يعني يتطبق بشمال العراق بكردستان العراق شلون يتطبق أكو إمكانية لتطبيقه أصلا أكو إمكانية لتمريره شون يتمرر والأكراد موجودين أقصد الحزب الديموقراطي المطبع مع الكيان الصهيوني واللي عنده موساد وعلاقاته معروفة ماكو واحد ينكرها والأخوة في الكتلة السنية السياسية على أن يحشون أصلا كل يوم واحد من المعممين من يعني تابعين لأحدى القوى السياسية كشف هذا الموضوع وغيره وغيره كشفه نفسه ماستاذولي أسمو فاتحي لكم جبهة جديدة العائدين والعائدين وفلان وفلان نفس العائدين يتحدثون عن مشروع التطبيع ويقولون هؤلاء السنة الآن اللي هم شكلوا أو جزء أساسي من التحالف الثلاثي تعهدوا بالتطبيع فمن يردع الكتلة السياسية الشيعية عن تقديم هذه التنازلات يا أخوان أنا عندي حديث طويل عريض معكم أنتم في الإطار أيضا إذا وافقتم وتنازلتم عن حقكم اللي هو مو بس حقكم هو حق الجمهور راح تشوفون النتائج كارثية كارثية هم يريدون إقصاء الشيعة نوف الصحافة اشتكتب نوف الأهراب الدولي اشتكتب صحافة عربية سنية ها يتحدثون علنا يقولون هذه فرصة عظيمة لعودة الحكم السنية هاي جي فكرون إلى العراق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر